اشتركوا في القناة حيث أنه بدلا من أن يكون القضي في حالة الانتصاب مستقيما فإنه يكون مقوسا هكذا إلى أسفل أو هكذا إلى أعلى أو إلى أحد الجانبين وهذا طبعا إذا زاد عن درجة معينة قد يشكل عائقا في الاستمتاع بالعلاقة الزوجية قد يسبب ألما للمرأة قد يسبب تقرحات بقدار القناة التناسلية وفي الحالات الأقصى منه قد يمنع الإلاج بواجه عام هذا إلى جانب طبعا تأثيره على الناحية التجميلية وعلى شكل العضو الذكري وهو ما يسهل إصلاحه بفضل الله فلندرس معا أولا ما هو التقوس ثم ما هي أسبابه ثم ما هي طرق علاجه بالنسبة لما هي التقوس ذكرنا أنه نحناء فيكون العضو الذكري أشبه بثمر الموز ولا بد من التفرقة بين هذا الوضع الذي قد يستدعي التدخل الطبي وبين وضع آخر وهو انسدال أو ميلان العضو الذكري المستقيم حيث أنه في بعض الأحوال يكون العضو الذكري مستقيما إلا أنه يميل إلى أسفل أو إلى أعلى أو إلى اليمين أو اليسار على استقاماته وهذا لا يشكل أو لا يعتبر مرضا ولا يشكل داعيا لتدخل الطبي إلا ربما لأداف تجميلية لكن لا تأثير لذلك على العلاقة الزوجية طالما أنه بالإمكان تغيير الزاوية بحيث تقابل الفارج ولا بد أيضا من التنويه على أن التقوس العضو الذكري يشخص فقط في حالة الانتصاب أما ميل القضيب إلى أحد الجانبين إلى أسفل أي مكان في حالة الارتخاء فهذا لا يشكل مرضا فما هي أسباب التقوس؟ هناك قسمين رئيسيين من حالات تقوس العضو الذكري التقوس الخلقي والتقوس المكتسب التقوس الخلقي أو كونجنتل في نايكا باتشا هو أن يكون التقوس قد نشأ منذ الخلقة فبالتالي يلاحظه الشخص منذ بدايات الانتصاب منذ بدايات البلوغ وهذا يكون عالة نتيجة نمو مفرط نمو مفرط في أحد الجانبين على حساب الجانب الآخر فيكون هناك جانب محدد وجانب مقعر هذا الجانب نمى أكثر وأسرع من الجانب السفلي وهذا يعتبر مرضا خلقيا ويسهل إصلاحه إن شاء الله طبعا هنا نتحدث عن حالات التقوس دون أي مرض مصاحب في مجرى البول حيث أن هناك تقوس العضو الذكري المنفرد وهناك تقوس العضو الذكري المصاحب لفتحة بول سفلية أو علوية هذا ليس موضوعنا اليوم وإنما موضوعنا اليوم هو الحالات التي تكون فيها فتحة البول في الطرف كالمعتاد لكن هناك تقوس في حالة الانتصال فهذا هو التقوس الخلقي أما التقوس المكتسب فهو ما يكون استجد على الشخص بعد فترة استقامة بمعنى أن الشخص كان قضيبه مستقيما ثم في مرحلة ما بدأ ينعوج أو بدأ يلتوي في اتجاه دون الآخر وهذا قد يكون نتيجة إصابة مباشرة قد يكون نتيجة استخدام أدوية بالحقن في العضو الذكري بعضها تستخدم أحيانا في علاج ضعف الانتصاب لكن السبب الأكثر شيوعا له هو التليف نتيجة مرض بيروني بيروني's disease التليف هو أن يستبدر النسيج المطاط الذي ينتصل بسهولة ويرتخي بسهولة بنسيج يابس مدحجر التليف وهو ما يسمى بمرض بيروني حسب من اكتشفه العالم الذي اكتشفه يدعى بيروني فيكون هذا التليف في موضع معين في القضيب فمثلا إذا كان على هذه الجهة فإن القضيب عند الانتصاب يبدأ في الانحراف إلى هذه الجهة نظرا لأن هذا التليف لا يتمدد ومصاحبا للانتصاب لا يتمدد فيعوج الخضيب في ذلك الاتجاه أو إلى أسفل أو إلى أعلى حسب مكان التليف وعالة في مرض بيروني ما يكون إلى أعلى وإلى أحد الجانبين أيضا ما هي أسباب مرض بيروني؟ في الواقع المراجع العلمية والأفحاف العلمية لم تصل إلى سبب معين لهذا المرض لكن كثيرا ما يكون مصاحبا لمرض السكري وكثيرا ما يكون نتيجة الانفناء المتكرر للقضيب أثناء الضغط فإذا كان القضيب يفقد انتصابه بدرجة ما أثناء الضغط فيحدث نوع من الانفناء هكذا مما يولد هذا التليف على المدى الطويل نأتي إلى علاج لتقوص العضو الذكري أو إعجاج القضيب بالنسبة للحالات البسيطة فهي لا تستدعي التدخل الطبي فمثلا إذا كان هناك انحناء بسيط إلى أسفل هذا لا يشكل مرضا ولا يستدعي التدخل الطبي لكن إذا كان الانحناء أكثر من 30 درجة إلى أسفل أو أكثر من 15 إلى 20 درجة إلى أحد الجانبين يمينا أو يسارا أو أكثر من 40 درجة إلى أعلى ففي هذه الحالة ننصح بالعلاج والعلاج هو بالأساس جراحي للتليف الخلقي أما التليف المكتسب نتيجة مرض طيروني فإنه إذا كان حالة بسيطة في بداياتها في العام الأول مثلا فيمكن إعطاء أدوية لتقليل معدلات تزايد هذا التليف كما يمكن استخدام مادة جديدة تدعى كولاجينيز وتسوقه تحت الإسم التجاري زايا فلاكس هذه المادة تحقن في المكان المتليف فتقوم بإذابة هذا المكان المتليف وغيرها من المواد المحقونة تشمل الستيرويد الكورتزون والفيراباميل وغيرها ثم هناك أدوية فموية بالفم هذه لا تعيد التليف إلى مكان عليه وإنما تمنع تزايده بدرجات ما هذه الأدوية يمكن التداوي بها في العام الأول لكن إذا كان التليف قديما واكتمل نمو فعادة الأمر يستلعي الجراحة إذا كان التليف قد أدى إلى تقوس بدرجة كبيرة وخاصة إذا كان مصحوبا بضعف في الانتصال فنأتي إلى الجراحة بداية لنعلم أن جراحات التقوس هي من جراحات اليوم الواحد لا تستلعي البقاء بالمستشفى إلا لعدة ساعات ويمكن للمريض الخروج من المستشفى معافا إن شاء الله في نفس اليوم بل والسفر في اليوم الثاني مباشرة بإذن الله لكن ينصح بعدم إقامة العلاقة الزوجية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد الجراحة تفاديا لفتح الجرح أو تروثه أو ارتجاع التقوس هناك أربعة أقسام رئيسية لكيفية إصلاح التقوس جراحة الشد جراحة الشق والترقيع جراحة تدوير الجسم الكهفي ودعامة العضو الذكري أربعة طرق للعلاج يعتمد للاختيار والمفاضلة فيما بينها على درجة واتجاه التقوس وما إذا كان مصحوبا بضعف في الانتصاب أم لا إذا كان التقوس مصحوبا بضعف في الانتصاب فإننا نحاول علاجها تضعف أولا بالأدوية فإذا استجبنا للأدوية فإننا نعود إلى الثلاثة أقسام الأولى التي هي جراحة الشد وسنذكر ماهيتها وجراحة الشق والترقيع وسنشرحها وجراحة التدوير أما إذا لم يستجب ضعف الانتصاب للعلاج الدوائي فلابد من زرع دعامة في العضو الذكري مع إصلاح التقوس في نفسي الآن بأحد الوسائل الأخرى لنشرح هذه الوسائل ثم لنعطي نبذة عن دعامة العضو الذكري أولا جراحة الشد هذه إذا افترضنا أن القضيب هكذا معوج هي تعتمد على شد الجانب الأطول هكذا إلى الخلف ليماثل الجانب الأقصر الذي هو الجانب الطبيعي في حالة التقوس الخلقي فيستوي الجانبين ويصير القضيب مستقيما لكن طبعا هذا على حساب الطول لهذا فإن هذه التقنية على لطفها ونجاحها فإنها تصلح للحالات البسيطة إلى متوسطة أما إذا كان التقوس شديدا 90 درجة مثلا ففي هذه الحالة سيكون التناقص في الطول شديدا فلا ننصح بذلك وإنما ننصح بأحد الوسائل الأخرى فهذه هي جراحة الشد وجراحة الشد تستغرق حوالي النصف ساعة ولها تقنيات مختلفة مثل 16.technic جراحة الستة عشر نقطة وجراحتي التي ابتكرتها ونشرتها دويلا بفضل الله وهي double eight technique الفارغ بين هذه التقنيات هي في نسبة الارتجاع حيث أن لكل جراحة النصف نجاح ونصف فشل واحتمالية ارتجاع لقدر الله هذه الاحتمالية بوجه عامة جراحة الشد تكون في حدود العشر بالمئة إذن تسعين بالمئة لا يعود التقوص إلى مكان عليه وفي عشر بالمئة من الحالات قد يعود التقوص نوعا ما ليس بنفس الدرجة ولكن نوعا ما إذا وضعه الأصلي بدرجة بسيطة أو متوسطة هذه الاحتمالية عشر بالمئة في الجراحات المعتادة وهي أقل من خمس بالمئة في جراحة دابل اي تاكنيك التي اتكرتها لهذا الغرض بفضل الله حيث أن الغرز الإصلاح أو خيط الإصلاح يكون على طول العضو الذكري ثم تشد هذه النقطة إلى تلك النقطة فيتم تتم جراحة الشد فيكون محور الخيط على نفس محور القضي فعند حدوث الانتصاب يحدث شد على خيط الإصلاح الجراحي فقد ينقطع وهذا لا يضر لكنه يعيد التقوس بدرجة ما إلى مكان عليه ما الجديد في جراحة الدابل اي تاكنيك هي توزيع نقاط دخول وقروب الخيط الجراحي توزيع نقاط دخوله على عدة نقاط ثم توزيع نقاط قروبه على عدة نقاط بحيث يكون ثابتا كالمخالب بصورة موزعة على أكثر من منطقة على العضو الذكري فيكون احتماليات الارتجاع أقل تلك كانت جراحة الشد نأتي بعد ذلك إلى جراحة الشق والترقيع إذا افترضنا أن هذا الجانب هو الأقصر نتيجة عيب الخلقي أو نتيجة وجود قطعة متليفة ها هنا فيمكن إزالة هذه القطعة أو فتح الجانب الأقصر هذا بحيث يطول فتتولت فجوة هذه الفجوة نقوم بسدها برغعة الشق والترقيع وهي تصلح طبعا لجراحات بيروني وتصلح لجراحات التقوص الخلقي لكن هناك احتمالية أن يؤدي ذلك إلى شيء من الخفاض حساسية القضيب وشيء من ضعف الانتصاب في 30% من الحالات لهذا فإن جراحة الشق والترقيع ليست هي الأكثر شيوعا في هذا الصدد رغم أنها تحافظ على طول نوعا ما لكن لأنها مصحوبة بضعف الانتصاب في حوالي 30% من الحالات فإنها ترجع للحالات التي بها فعلا ضعف الانتصاب وتكون مصاحبة لدعامة العضو الذكري الخيار الرابع حيث أن دعامة العضو الذكري هذه هي جهاز يزرع داخل العضو الذكري وبطوله هكذا بداخله ويعطي صلابة شديدة جدا فإذا أجرينا جراحة الشق والترقيع وزرعنا معها دعامة العضو الذكري فإن الشخص يفوز بقدرة جنسية هائلة كذلك يفوز بقضي مستقيم ونسترد شيء من الطول وقد قمت بتطوير هذه الجراحة بحيث نتفادى بدرجة كبيرة انخفاض حساسية القضي لنشرح هذا الأمر أعصاب الحساسية تسير تحت جلد القضي مباشرة وحول استوانتين الانتصاب حيث أن القضيب به استوانتين للانتصاب فالأعصاب تسير حول هذه الاستوانتين فلكي نقوم بجراحة الشق والترقيع أو إزالة النسيق المتليف هكذا لابد من إزاحة هذه الأعصاب جانبا وهو ما قد يؤثر على حساسيتها خاصة إذا كان تليف منتشرا بشدة الجديد في الجراحة التي اتكرتها وهي تدعى أنني أستخدم آلة تدخل من فتح صغير في القضيب فتصل من الداخل من داخل استوانات الانتصاب تصل إلى مكان التليف وتقوم بإزالته تذريجيا ثم زرع دعامة العضو الذكري في نفس الآن لأننا نتكلم هنا عن حالات بيرونيز حالة التقاوس مكتسب مصحوبة بضعف انتصاب بمعنى أنها لا تصلح من فردة وإنما هي مصاحبة لزرع دعامة العضو الذكري نأتي إلى الطريقة الأخيرة وهي طريقة تدوير الجسم الكافي وهذه اخترعتها بفضل الله عام 2005 ومنذ ذلك الحين حتى تاريخه أجريت هذه الجراحة لألاف الحالات بيدي وبيدي غيري من الزملاء على مستوى العالم حيث أن منهم جراحين مهرة استطاعوا أن يطبقوا نفس التقنية على مرضاهم ونشرت أنا ونشرهم أبحاثا علمية عن تجربتنا مع هذه التقنية والنتائج إيجابية للغاية هذه التقنية تحافظ على الطول لا يحدث انخفاض في طول العضو الذكري وهي تصلح فقط لحالات التقوص الخلقي ولا تصلح لحالات التقوص المكتسب وهي تصلح فقط إذا كان التقوص إلى أسفل وليس إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى أعلى إلا أنه في حالات هذا التقوص الشديد 90 درجة أو 80 أو 70 يحدث استقامة كاملة بفضل الله دون أي تأثير على الطول فهذه هي الميزة الكبرى جراحة تدوير الجسم الكافي أو Corporal Rotation Surgery الفكرة العامة في هذه المسألة هاتين هما استوامتين الانتصاب وهما مقوستين هكذا إلى أسفل فنقوم بتدويرهما بحيث يستقيم القضيب هكذا وليس بشدهما هكذا وإنما التدوير عكس بعضهما البعض فيحدث استقامة دون أي تأثير على الطول طبعا قد يحدث شيء من الضيق عند قاعدة القضيب لكن يكون مستقيما دون أي قصر فهذا هو الخيار الأخير Corporal Rotation Surgery أو جراحة تدوير الجسم الكافي كل هذه الجراحات هي من جراحات اليوم الواحد يستطيع الشخص الخروجنا لمستشفى في اليوم نفسه كما ذكرنا القاسم المشترك بين هذه الجراحات في مسألة المضاعفات هي احتمالية حجوث بعض انخفاض للحساسية وهو ما يزول عادة بعد عدة أشهر واحتمالية الارتجاع هذا يستثنى منه تقنية البنش أو الجراحة التي يدخل فيها آلة لإزالة النسيج المتلايف هذه لا يحبط فيها أي تأثير على الحساسية بخصوص دعامة العضو الذكري أنصحكم بمراجعة الفيديو أو المقطع المنفصل أو المحضرة المنفصلة التي رفعتها على اليوتيوب لشرح دعامة العضو الذكري ما لها وما عليها باختصار هي تكسب العضو الذكري صلابة هائلة بحيث يستطيع الشخص ممارسة علاقة زوجية عدة مرات يوميا مدى الحياة ما شاء الله وبشكل طبيعي ونسبة نجاحها تصل إلى 98% ونسبة لقدر الله لفظ هذه الدعامة هي في حدود الاثنين بالمائة ونحن لا نجريها إلا في حالة التأكد من وجود ضعف انتصاب لا يستجيب الأدوية بحيث لا يكون لدى الشخص أي خسائر إذا لقدر الله لفظه الجسم في اثنين بالمائة من الحالات ويمكن في هذه الحالات إعادة الجرح من جديد هذه مسألة نادرة لكن للأمانة لابد من التنويه عن كل الاحتماليات خيرها وشاريها أنا كما ذكرنا أستاذ بقولية طبق صلعيني جماعة القاهرة أعملوا بمصر بالقاهرة بخلاف الجامعة في مستشفى الخاص مستشفى كمان شعير وهي من أعلى المستشفيات تجهيزا في مجال طبق راحة الذكورة تحتوي على ثلاثة قرف عمليات عالية التخنية وعالية التعقيم كذلك حيث لا يدخلها إلا الحالات عالية التعقيم مثل حالات التقوص وخلافه فهي ليست مستشفى عام يدخل فيه جميع الحالات بما في حالة الصدير وما إذا ذلك وإنما هي مستشفى عالي التعقيم يمكنكم طبعا التواصل معي عبر الانلاين أو الكشف أو الاستشارة عن طريق الانترنت بالضغط على الرابط الموجود في المرفقات أو في وصف الفيديو حيث يمكنكم رفع شكواكم واختباراتكم وأشياءاتكم على الملف الطبي وتحديد موعد للتواصل معي مباشرة على الفيديو بحيث يتم دراسة الحالة قبل حضوركم إلينا إذا لزم الأمر ونسأل الله لكم العفو والعفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة